شخصية الاهلي دائما بتظهر في الوقت المناسب شخصية لعب الناد الاهلي في الأوقات الصعبة والأوقات اللي الناد الاهلي بيحتاج فيها لعبته بتظهر بتظهر في الملعب وبتظهر برا الملعب التحمل النفسي لضغط المطشاط في المحلي وفي القري بيبام لعب الاهلي كمان لما بيصير على شيء دي الميزة بقى اللي بنتكلم عليها إن لعب الناد الاهلي عندهم شخصية بتجبر أي فريق احترام النادل الاهلي بتكبر اي فريق ان هو يرضخ الى طريقة واسلوب لعب النادل الاهلي يعني مش هتكلم على الامثلة اللي احنا لو اتكلمنا عليها اكيد هيكون عندنا امثلة كتيرة جدا في ان الاهلي كانت بداياته وازاي كانت نهاياته في حتى الدوري حتى في افريقيا الموسم اللي فات طبعا افريقيا كنا عمدين ازاي وفي الدوري كنا عمدين ازاي لكن النهاية كانت عاملة ازاي بالنسبة لبطولة الدوري في أفريقيا صعدنا إلى دور الثمانية لكن كان عندنا سوء حظ كبير في مباراة سانداونز اللي ما كتبش ربنا فيها التوفيق للعب الناد الأهلي وخرجنا منها بنتيجة ثقيلة الإجابات اللي دايما عايزين نتكلم عليها علشان خاطر جمهور الأهلي كله يبقى عارف وده النقطة اللي أنا هتكلم فيها مع الجمهور اللي طلبينه من جمهور الأهلي كل من هو ينتمي للناد الأهلي الفترة اللي جاية نحن عايزين نوقف في ظهر لعبتنا وعايزين ندعمهم ودايما شعار الجمهور الأهلاوي على الحلوة وعالمرة معاك فإحنا عايزين نكون مش على الحلوة وعالمرة لا إحنا عايزين نكون على الحلوة وعالمرة وعالمحن وعلى الإخفاقات وعلى التسويق التوفيق وعلى كل شيء ممكن يحدث داخل قلعة الناد الأهلي عايزين دعم كبير من الجمهور الجمهور هو اللاعب رقم واحد الجمهور هو العنصر اللي كرة القدم بتتلاعب من أجله وبدون دخول في أي تفاصيل وبدون دخول في أي شيء سيظل علاقة الجمهور الأهلاوي بفريق كورت القدم والنادي الأهلي علاقة أبدية محدش أبداً هيقدر أنه هو يفصل ما بينها علشان كده أنا واثق وعندي ثقة كبيرة جداً من خلال كلامي اللي بقولوا لحضراتكم ممكن يكون البعض حالياً مستق البعض متنرفز البعض متدايق من نتيجة المباراة لكن أنا عارف أن أنت بعد حضراتكم ما تسمعوا الكلام وتهدوا شوية كده وتفكروا في الأمور هتعرفوا أن كل شيء وارد في كورة القدم المكسب وارد والتعادل وارد والخسارة واردة الأهلي خرج من المباراة بأقل خسائر ممكنة وهو التعادل الإيجابي لسه الأمور في إيدينا لسه الأمور إحنا اللي نتحكم فيها عندنا مطشي مهمين جداً في بطولة أفريقيا النجم الساحلي والهلال السوداني مباراتين بست نقاط يعني كفاية أن هما ممكن يسعدوا بينا كأول مجموعة إن شاء الله علشان نبص للمرحلة اللي جاية ونعرف ونحاول نرجع البطولة الغائبة عننا من سنة 2013 مش وصل الجمهور مرة أخرى الجمهور الأهلاوي يعني بعد إثنكم عايزين نقف وراء الأهلي عايزين نشجعوا عايزين نعمل كل شيء إيجابي يخلي اللعيبة عندها ثقة كبيرة في الفترة اللي جاية علشان يعرفوا أنه وراهم ملايين من الوحوش والجمهور اللي بيحب النادي الأهلي وبيحب اللعيبة وبيحب الانتصارات وبيحب البطولات هيفضل وراهم لحد ما يوصل النادي الأهلي للي هو عايزه ده كان كلمتين كده حبينا نحن نقولهم لحضراتكم علشان نبدأ معاكم بداية تكون طيبة وحضراتكم تقتنعوا يعني إن شاء الله إلى حد ما وفي نفس الوقت كمان يعني نهديكم شوية ونعرف يعني فين الإيجابيات وفين السلبيات علشان الكلام هيكون كتير جدا على سوشال ميديا والكلام هيكون أكتر في البرامج المختلفة الرياضية اللي بتناقش كرة القدم بشكل خاص